السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي أهلا بكم في درس جديد من دروس النحو للفصل الدراسي الثاني وهو الاسم المنقوص كنا أخذنا المرة اللي فاتت الاسم المقصور النهاردة بإذن الله هناخد الاسم المنقوص الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره يا لازمة مقصور ما قبلها نحن كنا أخذنا الاسم المقصور يا شباب هو اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها لا ده آخر يا لازمة مقصور ما قبلها زي إيه زي الساعي الداعي الراعي القاضي الماضي وهكذا إذن الاسم المنقوص أي كلمة بنفس الشكل ده آخرها يا لازمة واللي قبلها تكون كسرة فيه كسرة على الحرف القبل الإيه القبل الأخير جميل نجي لتاني حاجة وهي تثنيت المقصور وجمعه إزاي إن أنا سني المقصور وجمعه فيه منتهى السهولة أولاً الاسم المنقوص عندي عندي المثنى عندي الجمع ساعات الاسم المقصور يجي بالمنظر ده جماعة أقول القاضي أو قادن أنتو حتى تكتبوا فعله ماضل ها؟ ساعات بيجي بالمنظر اللي هو ده اللي هو القاضي أو قادن جميل كلمة القاضي ده اسمه منقوص مية مية عاوزك أن أنت تسنيها وعاوزك أن أنت تجمعها جميل لما تبقى مثلنة تبقى إيه؟ القاضيان جميل جداً طيب لو كلمة قادن بالمنظر ده وعاوز أسنيها برضو أقول إيه؟ أقول قاضيان إيه ده؟ ما فيش مشكلة أو ما فيش مشكلة خالص إذن المنقوص المثنى بحط الياه سواء كانت الياه موجودة أو مش موجودة يبقى منقوص مثنى حط الياه منقوص مثنى حط الياه جميل طيب كلمة القاضي أنا عاوز أجمعها هتبقى إيه؟ القادون مش القاضيون خلي بالكم عملنا إيه في الياه يا شباب؟ آه حزفناها طيب كلمة قادن لما أجمعها أقول إيه؟ أقول برضو قادون إذن منقوص جمع شليليه هتبقى لجماعة منقوص مثنى حط الياه منقوص جمع شليليه تاني منقوص مثنى حط الياه منقوص جمع شليليه فيش أي مشكلة آخر حاجة يا شباب في ملحظين مهمين جداً أولاً المنقوص النكرة تحدى فيه في حالة الرفح والجر أقول إيه؟ أقول جاء قادن مررت بقادن إيه اللي حصل للياء؟ اتحذفت شلتها ليه؟ أو إمتى؟ لما تبقى نكرة في حالة الرفح والجر تلاتة اراها نكرة رفع وجر كلمة قادن هنا نكرة وجاءت في حالة الإيه الرفع نحذف الياء مررت بقادن كلمة قادن هنا نكرة حزفنا الياه لإيه؟ لأنها في حالة جر ونكرة يبقى نكرة رفع وجر نكرة رفع وجر هذف الياء غير كده أحط ال подписي الياء آخر حاجة معانا النهاردة وهي علامات الاعراب المنقوص يرفع بالضم المقدرة يجرب الكسرة المقدرة كل ده زي الاسم المقصور ولكن فيه اختلاف عن الاسم المقصور أنه ينصب بالفتحة الظاهرة يبقى المنقوص يا جماعة يرفع بالضم المقدرة يجرب الكسرة المقدرة ينصب بالفتحة الظاهرة وبكده بينتهي الاسم المنقوص شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته